تعهد وزراء التحالف الدولي في مواجهة نظام الدولة الإسلامية عقب سلسلة من المباحثات أجروها في لندن بحضور ثماني دول عربية بمواصلة تنسيق جهودهم والوقوف صفا واحدا من أجل القضاء على مواصفوه بخطر داعش الذي يتهدد المنطقة ودول عديدة من العالم نحن لم نكتفي فقط بالتركيز على القضاء على داعش أو تحرير الأراضي التي استولى عليها التنظيم ولكننا مهتمون أيضا بمساعدة ضحايا داعش وإعادة بناء حياتهم بعد القضاء على التنظيم وهذا أمر مهم بالنسبة لنا رئيس الوزراء العراقي الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني قبيل مشاركته في الاجتماع قال إن الحملة الجوية العسكرية حققت الكثير من الأهداف لكنه طالب بمزيد من الدعم المالي وبذل المزيد من الجهد لتدريب وتجهيز قواته البرية أنا هنا لطلب الدعم من شركائنا أنا مرتاح أنني سمعت أنهم سيلتزمون بتقديم الدعم لنا في محاربة داعش فهذا مهم للشعب العراقي ولجيشه ويقول مراقبون إنه على الرغم من التشديد على الهدف الموحد فهناك خلافات بين بعض عضاء التحالف في قضايا تتعلق بتبادل الاستخبارات الأمنية والتحكم في تدفق المقاتلين الأجانب وبينما يقول المسؤولون البريطانيون إن الاجتماع خصص لتقويم ومراجعة متطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة تطرف فإنهم يؤكدون أيضا على ضرورة التمسك بما يصفونه باستراتيجية طول النفس ورغم أن الدول الغربية في التحالف الدولي تعتبر أن القضاء على نظام الدولة يتطلب حملة عسكرية قوية وتعاونا في المجالات الأخرى فإن ما يقلقها أكثر هي المخاطر الأمنية التي تشكلها العناصر التي تصفها بالجهادية العائدة من المنطقة العياش جاب الجزيرة لندن على القضاء على داعش أو تحرير الأراضي التي استولى عليها التنظيم ولكننا مهتمون أيضا بمساعدة ضحايا داعش وإعادة بناء حياتهم بعد القضاء على التنظيم وهذا أمر مهم بالنسبة لنا رئيس الوزراء العراقي الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني قبيل مشاركته في الاجتماع قال إن الحملة الجوية العسكرية حققت الكثير من الأهداف لكنه طالب بمزيد من الدعم المالي وبذل المزيد من الجهد لتدريب وتجهيز قواته البرية أنا هنا لطلب الدعم من شركائنا أنا مرتاح أنني سمعت أنهم سيلتزمون بتقديم الدعم لنا في محاربة داعش فهذا مهم للشعب العراقي ولجيشه ويقول مراقبون إنه على الرغم من التشديد على الهدف الموحد فهناك خلافات بين بعض عضاء التحالف في قضايا تتعلق بتبادل الاستخبارات الأمنية والتحكم في تدفق المقاتلين الأجانب وبينما يقول المسؤولون البريطانيون إن الاجتماع خصص لتقويم ومراجعة متطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة تطرف فإنهم يؤكدون أيضا على ضرورة التمسك بما يصفونه باستراتيجية طول النفس ورغم أن الدول الغربية في التحالف الدولي تعتبر أن القضاء على نظام الدولة يتطلب حملة عسكرية قوية وتعاونا في المجالات الأخرى فإنما يقلق